توم فورد يبين فوم هذا هو أفخم عطر بالسبيشال لاين ريح تفخمه جميل بالنسبة للناس اللي يقولون انه العطر مفواح يا أخي جاربه بأجواء باردة ما تجاربه بصيف العراق وبصيف الكويت وبصيف السعودية وتقولي العطر مفواح حاليا نمكم درجة حرارة 35 هذي حب درجة حرارة باردة حتي يطيق أفضل أداء العطر نقي جميل ببخور بأخشاب تحس بريحات خشب الصند للعطر ولا غلطة حتى سعره مناسب هذي تقدر تقول آخر عطر قوي الأداء وفخم من توم فورد لأنه الشركة بدأت تنزل للأسفل بسبب شركة ثانية اشترتها وبدأوا يغلون الأسعار ويقللون الأداء حاليا بس همهم الفلوس ما يهمهم العميل لكن هذي أصدار 2021 الشركة مصراحة عنه أنه هو الجنسي لكن أنا أشوف النهائي ما يناسب النساء والله العظيم شهد علي يا جماعة مرة بنت ارتدته ما كان عليها حلو وبعد عني أربع مترات وشامل العطر لكن ما كان عليها حلو العطر الرجالي فخم فخم ثقيل العطر بخور على طريقة توم فورد لكن على طريقة الغارب مش شرط كلش قوي العطر وأداء قوي ومرة ثانية أيضا واحد ارتداء وطالع من مجمع هارس والله العظيم كان قدامي هو الوحيد وبعد عنه 30 متره والهواء جاي ويا من هو يمشي الهواء جاي ويا والله العظيم بعد 30 متر وشامل العطر جايب غي مويا لكن كان الجو بارد وهو مكثر رشي وانا عرف هذا العطر هذا السبب اللي خلاني أشتري فهذا العطر تقدر تقول آخر عطور توم فورد من الاسبيشال لاين أو النيش لاين بالثبات وبالفواحان جمالة الرائحة فإذا ألقيتها بسعر جيد اشتريه ودير بالك تشتريه من مثلا مواقع أو محلات يعني يعني الناس ما قيمته زين لأنه دين ضربا العطور دين يقولوا العطر سيئ الأداء لكن العطر متوحش الأداء جميل جدا ريحته كلش حلواني كلش أحبه دا نتظر الجو يبرد يصير درجة حرارة بعد أكثر من الآن وراح تعطر بي إن شاء الله بالكسب واجهات تعطر بي يا حاليا درجة الحرارة عندي تقريمة 13 ما يناسي بيحب 5 متعة فهذا العطر يعني بس للبرد